احنا عملنا هي بقى هو الرأي الحقلي من المعروف ان الزراعة بواجه عام بتاخد اكتر من 85% من الموارد المائية المتاحة عندنا مساعة الارض الزراعية في مصر عندنا اراضي جديدة واراضي قديمة اما بنقول اراضي قديمة المعصود بيها اراضي الوادي والدلتا جميل الاراضي الجديدة اللي هي الاراضي الجديدة اللي منتشرة معظمها اراضي خفيفة وانتشرة في الاراضي الصحراوية الخفيفة الاراضي الجديدة 3.3 من 10 مليون فدان والاراضي القديمة دي الارقام المسجلة 6.1 من 10 ده بصرف النظر عن المشروعات القومية الجديدة اللي هي التوسع في مساحات الاراضي الزراعية يعني دي مش مشمول فيها مش مشمول فيها الدلتة الجديدة الدلتة الجديدة ولا الريف المصري ولا سينة ولا كل ولا تشكة ولا المساحات الجديدة دي كلها جميل اللي أنا بتكلم عليه اللي هي المساحات المسجلة تعتبر الجديدة القديمة والقديمة القديمة ماشي فإيبقى 9.4 من 10 مليون فدان